أكيد أيوب ونحن نتكلم على تنمية وتعزيز الثقافة المعريفية مجموعة هذه الآليات مجموعة هذه الطرق اليوم التعزيز هذا الجانب ذي التقافة المعريفية الأكيد تريد أن تعرف بعض النقاط أو بعض النصائح معك أيوب شنو ممكن اليوم نصائح لنتقسمها مع الأباء والأمهات إن شاء الله بالنسبة للرصيد المعريفي دي الولدي وأنه يكون عنده تقافة عامة مهمة رهاشي حاجة لأساسية إن شاء الله في الحيث دياله وغا تخليه غيمشي بعيد وغا تسهل عليه الحياة وغا تخليه يعرف بعض الأمور من قاعد المجالات بإذن الله فباش نغنيها دراسة دي المعريفية ديالي دي الولدي كان مجموعة دي الامور إن شاء الله خمسة دي الامور أساسية اللي نحرص عليها نركز فيها كلها باش تعطي واحد نتائج إن شاء الله وهذا الشيء راح نقول من بعد شهرين ثلاث أشهر في النهاية دي الموسم دراسة غيبانو نتائج رائعة ورائعة جدا من خلال الحادث دي الولدك معك النتائج المدرسية دياله الأداء دياله بشكل عام بالنسبة للتفكير والآراء كتلقاها يعني متميز فنحرص على المؤسسة ومنقش محصور في المواد الدراسية وإنما المجالات الأخرى والتي تعلمها من خلال أنه يشارك في الأنشطة المدرسية من خلال أنه الخارجات المدرسية حتى يشارك فيها بإذن الله باش يدخل في مجالات أخرى لعند علاقة باكتشاف لعند علاقة مثلا بالموطة عليك تكون في المؤسسة لكتابات المدرسية فهي مهمة بزاف والفكرة اللي يذكرنا ديالتباد القصص داخل القسم مع بعضهم تلميذ و تلميذات نعم يريد الأستاذ يفعل هذه الطريقة التي كانت معتمدة ومعرفتش عنها بزكة نداتر شوية اليوم دخلت الشاشات مع الأسف الكتاب بدأ ينضاتر ولكن الأجهاز الإلكترونية كانت داخل مؤسسة نتمنى أن الوليدات لا يدخلوا الهواتي هذا الانتراكتيف كتب الورقية الملموسة الحسية التي يخص الوليد أنه يمس المعلومة يحس بها في تبادل الكتب تكون واحد المدة زمنية فيها 15 دقيقة ولا نصف ساعة ديال المطالعة ولا واحد الحي الزمني نعطيه الوليدات فين يكون كل شيء جالس مع الأساسي ده وكل شيء يقرأ فالكتاب هو أخير وجليس ومن المصادر المهمة التقاف المعرفية بالنسبة للوليد في كافة المجالات وكذلك الوليد يجب أن تتعلم لغة جديدة فنعطيه كتاب لتعلم هذه اللغة بإذن الله ومداب تدريج نحبب الكتاب لولدي كتاب صغير ومدان غادي لا نعطيه كتاب كبير حسب السن ديال ونعم وحتى الحب برقوة كل إنسان كبير في السن خاصه كتاب صغير باش يدله يولفوا من بعد يعني يصبر على أنه يقرأ كتاب كبير بإذن الله الأمر الأخرى اللي خاصني أركز فيها باش نغني الرسل المعرف في ديالي هو الحوار ولكن نتناقش مع ولدي وبالأسلوب ديال إقناع نعم والدلائل وماذا يبدو لك ولماذا أنا لم أتفق معك ونحاول نرفع من المستوى الحوار الاختيار ديال المصطلحات تزاد حيث أن هذه الجلسة ليست الحوار على قبل السلوكيات التربوية وإنما على أساس أن ينغني نيه الرصيد المعرفي دياله وأكيد الوليدي عنده التقافة معرفية عالية ركزة طي وحتى التقافة بالنفس عالية كتكون عنده قوة في الشخصية عالية وكتكون عنده كاريزما عالية فإنسان متقف إنسان عنده كاريزما الوليدي ديالي باش نقوّل لها الشخصية دياله ونقوّل قدرات العقلية دياله من خلال الرصيد المعرفي كذلك الصفر والاكتشاف كذلك الاستيماع الكتب البودكاست للراديو نخلي ولدي استامع باش يكون عنده واحد داكرة سمعية بعد ما اختيار مواضيع المناسبة الطيف الأيوب تبارك الله عليك وشكرا لهذه النصائح أصوات 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 يجب من اختار